السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة مع فيديو جديد مع بوندي ووتر بروف بوندي ووتر بروف ده مادة بتضاف على خلطة الاسمنت بتاع المحارة فبتحول المحارة او خلطة الاسمنت انها تكون رفضة تماما للماء يعني بعد كده لو عند حائط او حيطة بمحارها او صور بمحاره بضيف من بوندي ووتر بروف ده على الخلطة ازاي بنستخدمه جماعة في طريقتين طريقتين لاستخدام المنتج ده جماعة اول طريقة لو انا بعمل حواء الداخلية ببتدي احط على كل 10 لتر مية نص لتر من المنتج ده كل 10 لتر مية يعني كل جرد المية هنحط على نص لتر من المنتج ده وبعد كده هستخدم 10 لتر مية دولت في خلط المونة بتاع المحارة الرملة مع الاسمنت تمام؟ ده بالنسبة للتطبيقات الداخلية يعني انا عاوز اعمل محارة داخلية مقاومة او رفضة للمية او رفضة للرطوبة بعمل الطريقة اللي انا قلتلكو عليها دلوقتي ان كل 10 لتر باخد نص لتر من المنتج ده عليه وبقلبه مع المية وبعد كده ابتدي اخدوا المية اللي انا دوبتي فيها المنتج ده اصبها على الخلطة بتاعت الاسمنت مع الرمل وبقتدي اقلب لحد القوام المناسب باخد بعد كده الخلطة دي ومحر بيها المحارة بتبقى مقاومة للرطوبة بل حيطة عزلة للرطوبة وعزلة للمية استحالة الرطوبة تنشع او الحيطة تمتصها او بعد كده الرطوبة في الحيط ليه لان الاسمنت تحول لا اسمنت ووتر بروف الخلطة دي بتحول الاسمنت الى اسمنت ووتر بروف يعني رافض للمية ورافض للرطوبة تمام؟ ده الاستخدام بالنسبة للمنتج ده الاستخدام التاني لو انا هعمل الحوائط الخارجية او حوائط انا بتتعرض للمية كتير او حوائط انا محتاج ان انا اخسلها كتير تمام؟ اللي في الوضع ده بنعمل ايه؟ بنجيب جرد المية بنجيب جرد المية وناخد نص لتر من المركب ده جماعة وبعد كده احطه على المية واقلب بعد كده اجيب الخلطة المونة جوه الجردل وابتدي ازود خلطة المونة على العشر لتر مية دولة او جوه الجردل واقلب لحد ماصل القوام المناسب يعني بعمل العكس يعني في الحالة ده في الوضع لو انا بعمل حوائط خارجية او حوائط بتتعرض للبلد بشكل كتير وعاوز ان الحيطة تكون مقاومة للمية ومضادة للمية ورفضة للمية بعمل العكس يعني بجيب جردل وحط 10 لتر مية فيه وحط على نص لتر من المركب ده او من المنتج ده واقلب وبعد كده اجيب خلطة المونة اللي هي الرمل او الاسمنت وابتدي اضيفها في الجردل واقلب اضيفها في الجردل واقلب لحد ماوصل للقوام المناسب اللي انا عايزه للتطبيق للمحارة او للعزل تمام ده بالنسبة للحوائط اللي هي معرضة للبلد بشكل كبير احواض مثلا تستخدم خزن فاهمية وتغر اقدر استخدام الطريقة دي يبني عندي طريقتين الطريقة الاولى ان انا اضيفه على مية الخلط وتكون عندي خلطة الاسمنت والرمله برا دي للحوائط الداخلية وهكذا طيب عندي حوائط بتتبلي بشكل كتير وكلام ده كله بعمل العكس بجيب جردل مية في 10 لتر مية وحط نص لتر من المنتج ده وقلبه وبعد كده اجيب خلطة المونة للجردل اعمل احطها في الجردل بالتدريج لحد موصل للقوام المناسب للخلطة وابتدأ استخدمها بينتج عن ذلك محارة مقاومة او رفض المية تماما مفيش رطوبة تقدر تنشع في الحيطة دي بالشكل ده مفيش اي مشكلة تواجهك بالنسبة للبلل او رطوبة او التنشيع بالنسبة للجزء ده المنتج ده منتج قوي جدا يستخدم في تحويل الاسمنت الاسمنت رافض او خلطة الاسمنت الاسمنت رافض للمية منتج متاح يا جماعة نسبة الاضافة بتاعته نص لتر لكل عشر لتر مية منتج متوافر اذا نوفره لكم اهلا بكم والسلام عليكم وبركاته